اذا عدنا حديث القاهرة ولان حديث كل بيت بل وكل نفس فيما يخص مشاهد المجازر والمزابح والحرب والقصف واللي بيحصل في غزة فبالتأكيد لابد نكون لده اثار نفسية كثيرة وعديدة وقليمة طيب نعمل ايه وانحنا عادينا نتفرج على هذه المشاهد وبنتبعها وكيف يعني نداوي انفسنا نفسيا او نتعامل بمحاولة الحفاظ على صحتنا النفسية قصاد ما نتابعه ونشاهده ونعايشه ونتألم ونتفجع به من هنا جاء اهمية ان احنا نذهب الى خابرنا الكبير الطبيب للنفس السشاري الطب النفس الكبير الدكتور ناصر لوزة اهلا بك دكتور ناصر منوارنا يا فندم اهلا يا بريم ليه ازايك الحمد لله احنا قصاد المشاهد دي كلها نعمل ايه يا دكتور ناصر انا انا قد نقولك المستقر الشخصي من اكثر الحاجات اللي ساعدتني وساعدت الناس والعيبين ليه وناس بشوفهم مساعدهم انا هنقرأ التاريخ يعني حاجتين بنشوفهم في تاريخ الانسانية دي الا الا ان تشوف اذا انسان بيستطيع التخول لنعمل الوحشية زي اللي احنا شايفينها الوقت ده دي مش جديدةartment ولا تاريخ تاريخ ولا في المناطق ولا جديد على احنا شايفينه في غزة ولا قبل كده في اليمن ولا الصلودان ولا ولا ميوكرينيا ولا ميانمار ولا قبل كده في الحرب العالمية الثانية ولا حرب الاولى وفي التاريخ ما شفناش ابدا ان العنف بيحلوا العنف ولو شوفنا تاريخ نالس الماندالا ولا جاندي في الهند حصل ازاي عرفوا يعالجوا العنف ده بالتسامح ودي مش سهلة يعني انا احيانا اقولك انا بطلب حاجة صعبة جدا بس قد ما نقدر لان ما لهاش حال تاني مش حل غضب وغضب ومش حل عنف بعنف ولما بشوف ان انا والبلدان اللي حوليه واجدادنا وتاريخنا قبل كده مروا مروا في ابشع من كده يعني حرب العالمية التانية دي ملايين من الناس ماتت فيها ملايين كتير اقام صحيح بس ده على مستوى المجتمع العام خلينا كده على مستوى الفرد المواطن انا بصحة الصبح قبل ما اروح الشغل بعد اتفرج على النشارات بانزل راح الشغل معا الموبايل وانا قاعد في الميكروباس ولا في الميترو ولا في اي غواصلة مواصلات بعد اشوف الفيديوهات اللي نازلة بروح الشغل اذا كان عندي جهاز كمبيوتر او على الموبايل باعتلي على الواتساب شاهد ايه شوف ايه انا ام انا بشوف اطفال بيصرخوا بيعياتوا اطفال رضع جسس على كمية جسس في مقابر جماعية اكفان 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 طب اعمل ايه انا بقى بالليل على الساعة حداشر بقى لما خش انام عشان اصحى الصبح تاني شغلي بقى نفسيتي بتدمره اعمل ايه انا كمواطن علشان يعني اضع نفسي موضعا لا يسمح بضغوط علي اكتر ولا تأثير علي سلبي انا لو ما اتأثرتش بالمناظر دي يبقى ما عنديش احساس احساسا طبعا لكن اللي بيهون التأثير علي وبالذات مع الشباب يعني الناس عبارة السللة زينا شافوا في التاريخ وقاروا وشافوا في الحروب مقاسي قبل كده فاللي بيهون علي الحاجة ان انا ابتدي اشعر انما انا مش اول واحد يمر في الحكاية دي ده انا احلي واجدادي واجدادي اجدادي مروا بالحكاية دي وان ليه حل وان الامور دي بتتحل وبتتحل ممكن لو قدرنا ننمي فينا نعمل التسامح لكن انا اقول لك ان فيه طريق نحن ما تأثيرش طبعا هيتأثير وحد يشوف منظر زي دوما تأثير لا بس يا التسامح بايه يا دكتور انا ما شوف جسس مرمية قدامي واطفال بعياطة تسامح مع مين انا غضبان دلوقتي انا حزين انا مكتئب اعمل ايه احلها ازاي اقوم ابطل ما تفرقش ما تباعش حد بيكلم في الموضوع اتجاهله رسالة جايلي على الواتس ما افتحهاش اعمل ايه بالزبط بقدر الامكان كل ما عربت نفسي للحاجات دي بتعب اكتر زياد ليك حق طبعا وبكل ما قلت لنفسي ده مش مش اول مرة يحصل في تاريخنا وحنا شوفنا الحاجات دي قبل كده وابتدي اقبل ان للأسف وده امر مؤسف الحقيقي احنا يامع العالم في مراحل مختلفة سنة 48 وبعد الحروب وقلنا خلاص مش هيحصل كده تاني وحناعرف نبقى ناس يعني متخضرين ونروح نقعد في مجلس الامن ونتكلم والأم المتحدة كل ده راحت دلوقتي ورانا والامل بقى في الجيلة للشباب دلوقتي على المستقر الشخصي اللي اقدر اعمله حاجتين اول حاجة ان اقلل من انا يعني اعرّب نفسي للمناظر دي لانها مؤلمة ومش بفيد حد مش بفيد حد ان انا ازود الجرعة والعيار بتاعت الالم والشلم والحاجة التانية ان نقدر اهون الموضوع على نفس دي لان بقى لكن نبتدي حس ان الموضوع اللي بيحصلوا فيه شعوب تانية وفيه اجيال تانية وفيه بلاد تانية عدينا في الحاجة طيب انا يعني خلينا برضو ان نلاحظ تأثير المتابعات للمشاهد العنف والالاجرام الاسرائيلي اللي بيحصل انه المجتمع بقى عنده درجة من درجات الغضب وبيعبر عنها فبشوف تعبيرات مثلا الناس بتتكلم درجة البزاء زادت العدوانية تجاه البعض والعنف المتبادل في التعامل مع الاراء المخلفة والمختلفة معاك الرغبة في انك انت تشارك او تفرج عن نفسك هذا الهم فبتبقى في حالة طول الوقت من يعني المزايدة على الاخرين ازاي انت بتضحك ازاي انت هادي كده ازاي بتقول الكلام ده انا فانا بتصرف تصرف شخص بقى في درجة من درجات العدوان داخلي والرغبة في ان انا افرج عن كابتي برضو اعالج ده ازاي دكتور هي رغبة مفهومة وخضريرك وكلنا معظورين في اللحظة بنحسوا بيدا انا بس بقولك في حالة كان اننا لسه بتكلم مع سيدة مصرية شابة في الاخرينيات داخل محل في اوروبا في لندن والشنطة بتاعتها عليها عالم كورستين طلبوا منها ان اتطلع من المصر حاجة من حاجتين ممكن تغضب وممكن تقول ده شيء غير قانوني وغير ادامي وقلت ادب وانا من حقي وانا شرطة وتعمل ممكن تبصي راجل تعالى عن المحل ده وتقوله والله انت معظور يعني انت تفكيرك على قدك وانت كده ومش سهلة مش سهلة الواحد يكبر نفسه اعلى من الغضب والغضب كعطفة بتاكلنا من جوء والنهاردة لها في مجتمع حولين احنا كلنا غضبانين وكلنا تعبانين بالاسف يعني لكن عمره ما الغضب هيحل الغضب عمره ما ان انا عايز انفس عن نفسي ان انا هاجم وانتقد واعنيف فكريا وجسديا مع اللي قدامي عمرها ما هتحصل عمرها ما هتحل الموضوع يعني اه ما بتحلش لما هل بتنفس يعني اللي احنا شايفينه ده حالة تنفيس مثلا عن الغضب والاحباط والكابتل اللي جواع الناس مية 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 تنفيس يا فنم ومفهوم لكن اواخد بالك ازاي لما ييجي مجتمع ولا شعب ولا اسرة وتلجأ العنف بطريقة غير مقبولة يوم التاني منحقه عشان ينفس يبقى عنده يرد بعنف يبقى انا منحقه عشان ينفس ارد بعنف طيب بعدين طيب انا بقى اطب النفس اقول ايه اعمل ايه ادخل ازاي اعالج ازاي اولا اولا يعني اقلل من تعرضي للمناظر البشع دي اهون على نفسي ان انا اقول ده شيء بشع اللي بيحصل ده والعالم والانسانية والطاريخ الشاف وحاجات كده كتير وانا اهلي واجدادي واجداد اجدادي شفنا حاجات زي كده وفي البلدان واصعب من كده للأسف شيء شنيع ولو انا عايز بقى يبقى لي دور ايجابي في ذلك ان انا اقدر ادعو للتسامح بس خلي بالك مجتمعات كتيرة ومش بس في مصر لما تيجي في موقف زي كده وتدعو بالتسامح يبقى انت استسلامي يا جبان اه لا والناس حتتخذ فلازم تعملها بالطريقة تبقى مقبولة لسخافة المجتمع اللي انت فيه وعلى كل المستوى انا عايز اقول حليك انا في التمانينات كنت صالب وكنت بذرس في بريطانيا وقتها انجلترا راح تعملت حرب في الفوركلان سفكر في ارجنتين لا تتخيل حماس في انجلترا بقى ولادنا على الحرب وعنجبها يعني كلام الناس بتسخن ولو حصل ان واحد اتأثر ولا مات ولا تعور من البريطانيين في ارجنتين البلد كلها هتبقى في حالة عياجة ومش هنتعمل ويا ما شفنا كده يا حرج عايز تعتمد على الخبرة الانسانية والتاريخية في التخفيف على الانسان اللي بيتابع مثل هذه المشاهد لكن السؤال هنا احنا المجتمع المصري طبقا لإحصاء اعلانته وزارة الصحة في فترة سابقة يعاني اربعة وعشرين وسبعة من العشرة من الشعب المصري من امراض نفسية فاحنا اساسا مش نقصي يعني ربع الشعب تقريبا عنده مشاكل نفسية الحدث الساخن ده والمشهد الكبير ده ده ضغط على اللي عندهم 24% من اللي عندهم مرض نفسي قادر علي انه يضف لهم امراض نفسية جديدة او مرض نفسي جديد جدد ما هو قادر او غير قادر اللي هو ليس في يده شيء هو مش في قلب الموضوع لكن هو يتابعه ده يعني هل فيه تدريب نفسي للهدوء هل فيه رغبة في ان احنا نوجهه الى عادات يومية يغير يتمشى يبطل كلام شوية في الموضوع ده فترة ياخد استراحة يطرق على نشرة واحدة يعني اي نصاح من هذا النوع تخفف الحمولة لاني بلاي حتى في دعوات المؤطعة الناس اللي بيعايز يطرح المؤطعة فاللي بيختلف معاه فوقدي يزيد على اللي بيختلف معاه ويتعامل كأنه شرير لعين يعني فيه درجة من درجات تبادل الاتهامات والعنف الشديد بين افراد الشعب وبعضه يعني شيء مؤلم يا فنم انا لما انا مش بالكلام على مستوى السياسي انا مش اقول لها ان نتسامح مع دول ولا نتسامح مع دول لكن اللي مقدر اتسامح مع جاري وصديقي اللي بيطلب بالمؤاطعة ولا حد تاني اللي هو بيطلب بمزايدة اكثر من كده مغضبش انا منه بقى وهو نفس المبدأ يعني لازم لازم اقدر اتسامح مع اللي قدامي عشان عشان انا ايبقى عايش مستريخ لكن كان كل كلمة كل واحد قريبي حيقولها على الموقف ده وليه وجهة نظر وده يعملوا كده وليه ما عملوش كده يبطينا ان اتزايد عليه وابتدى يبقى غضبان منه عملية مرهقة جدا على الانسان على مستوى الشخصي يعني مش على مستوى الدولي بس يا فاني على المستوى الشخصي يعني انا اؤكد لك ان يوم من يارسل بندلة ده هارف يسامح الناس اللي ساجنوا هو مش بس انقذ بلده هو رايح نفسه هو نفسه بقى انسان في حالة نفسية احسن بمراحل وكان ليه الف حقه ان هو يروح يتقنق ويعمل ويلا نحارب ويلا نموت لكن الغضب مني ده يا فاني بقى اللي تعبنا النهاردة على مستوى الشخارع في مصر ان الناس بقت غضبانة مع بعضها الناس بقت على الاخر ومتوترة وكل واحد النهاردة مش قادر يسامح اللي قدامه ويقول يعني ربنا استحله ده صعب يعني صعبان على الانف اللي مر فيه صحيح كل النهاردة وكل قاعدة في كل قهوة في مصر بتتقلم الى خلاقات لا المفروض نعمل زيادة لا المفروض نعمل كده لازم نعمل كده لنا بود ان ننتبه لذلك بقوة شكرك جدا دكتور ناصر لوزيا في الشهر الطب النفسي اشكرك للغاية الى فاصل